خارق للعادة لأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لما تحدث عن أطفال في حدود الثامنة والسن الثامنة إلى سن الخامسة عشر فيديوهات صادمة لأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي يفتح باب التساؤل عن طور الأولياء اليوم نعم شكراً على إتحتكم هذا الموضوع الحساس جداً وخاصة أن هذه الظاهرة استفحلت إذا قلنا أن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل خطورة على الأطفال لكن لو نجي ونشوفوها من ناحية أخرى هذه المواقع تضع قوانين وضوابط معينة لحماية في الحقيقة الأطفال لكن هنا خاصة لو تكلمنا عن المجتمع الجزائري لو نلاحظ عند العائلات معظم العائلات تجهل هذه الظوابط التي تضعها هذه التطبيقات وتتجاوزها كان بعض العائلات حتى تعرفها وتتجاوزها وما ترقبش الأمر مثلاً لو كان أنك تفتح حساب على أحد هذه المواقع تطلب الأمر سن معينة أو ما شابه لكن تلقاهم يتيحون هذا الأمر للطفل أنه يغير مثلاً في تاريخ ميلاده وينشئ حساب على هذه المواقع وبالتالي لو تخل هذه المواقع المنفتحة لو خلينا نقول فيها حرية التعبير التي لا تحكمها ظوابط المجتمع الذي نعيشه فإحنا نفتحنا على الخطر بقدر ما نفتحنا على الإيجابيات التي تقدمها هذه المواقع التواصل الاجتماعي بقدر ما نفتحنا على الخطورة التي تدهمنا من خلال هذه المواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي كل مرة نقول أنا وكل مرة نتحدث فيها على هذه النقطة نقول لا يمكننا توقيف هذا الخطر أو توقيف أو الحد من تسارع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع لكن يمكننا أن نبني وعي يحمينا من هذه الخطورة وعي كيف؟ وعي الأولياء بهذا المواقع والأثار وأين يمكن أن تمتد هذه الأثار وكيف أحمي نفسي وكيف نوعي ابني أنه في خطورة ممكن ندهمه من خلال هذه الفيديوهات اللي ممكن تبرمجه اللي ممكن تأثر على شخصيته اللي ممكن تلهيه اللي ممكن تسبب له حتى إدمان يلهي عن أمر أخرى مثل الدراسة أو واجبات أخرى يقوم بها أثناء يومه المختصون يجمعون أن إهمال الأولياء هو ما أثر على هؤلاء الأطفال سواء من الجانب النفسي أو حتى الصحي البدني اليوم كيف أيعقل لأولياء أن يمنحوا هاتفا ذكيا لطفل في سن الثامنة التاسع إلى سن العاشرة وهو طريق هكذا يقوم بكل ما يريد عبر الأنترنت نقول أن أسباب هذا الإهمال أعتقد عند بعض الأولياء يعتقدون أنه الملاذ الآمن لكنه الملاذ الخطير هذا الأولياء اللي يتلقاه يومه كامل منشغل فعنده كثير أشغال يرجع للبيت تعبان الكثير واجبات عنده أولاد متطلبات ضغوطات الحياة ضغوطات العمل ضغوطات أسرية فيلقى أنه حتى هو يقدر يرتاح فرح يخلي هذا الطفل في عمره 6 سنين أو 8 سنين أو 10 سنين أكثر أو أقل يخليه يعني يتلها إلى حين أنه هو يأخذ هذا القسط من الراحة ولا يدرك مدى الخطورة اللي ممكن ندهم هذا الطفل أثناء اتصاله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لو ما كان هناك تواصل منفتح بين الأولياء والأولاد يعني دوما نحن نشوف الأولياء في تواصلهم مع الأولاد يتواصلوا من مستوى أعلى من مستوى الأولاد وكأنه فيه حواجز فيه ذوابط فيه أمور مش ممكن تحثوا فيها فيه فضروري يكون فيه انفتاح لأننا في زمن الانفتاح مدامنا في زمن الانفتاح على هذه النوع من أنواع الخطورة اللي رأنا دخلين عليها فضروري يكون هناك انفتاح في نقاش بعض الأمور لماذا تشاهد هذا الفيديو؟ بماذا شعرت؟ ما الذي يعني الشيء اللي يخليك تتمسك بقوة مثلا خاصة بعض التطبيقات يعني خاصة نوعية بعض التطبيقات اللي يكون فيها مثلا فيديوهات فيديوهات عشرين ثانية، خمسة عشر ثانية، ثلاثين ثانية لكنها تشكل خطورة جدا وبدأ الأمر يزيد يعني بدأ التقليد بدأ يشوفوا ناس كالناس تشتهر ناس رهي تدير أموال فبدأ الأمر يميل إلى التقليد أو تقليد أشخاص أو تقليد أمور فيها تأثير سلبي أكثر ما هو تأثير إيجابي نعم الجزائر معروفة بحفاظها على القيم والأخلاق ألا ترين بأنه بدخول هذه المواقع الخاصة أو تطبيقات عند الأطفال أخلاقنا بدأت تذماحل عند أطفالنا بداية أكيد، نحن نتكلم على تأثير سلبي خاصة في غياب قلت هنا يا لو غياب دور الأسرة في غرس مبادئ وقيم معينة في خلق نوع من التواصل مع الأولاد بحيث يكون هذا الطفل واضح أمامه، ما الذي يريده، ما هي قيم التي تحكمه، ما هي المبادئ التي تحكمه، كيف سيكون المستقبل تعوي ففي غياب عدم الوضوح وعدم الشفافية في النقاش هذه رح يعوضها أمر آخر وهو أكثر خطورة تخيل أنه أمور إيجابية وضرورية رح تغيب وتعوضها أمور سلبية جداً ورح تأثر عليه يعني إلى ما لا يحمد عقباه يعني رح يبرمج، رح يتبنى مجموعة من القيم إذا كان يجلس مع الوالد تاعه أو مع الوليد تاعه نصف ساعة أو ساعة في اليوم وهذا إن كان في حديث هادف أو موضوع هادف رح يتكلموا فيه ويقابلوا في نفس الوقت ساعات من البقاء في موقع رح يبرمج فيه ويأثر عليه سلبياً بحيث رح يتبنى مبادئ ذلك الموقع قيمه وبالتالي هنا رح يفلت مننا الموضوع نهائياً كأولياء من يتحمل المسؤولية اليوم؟ الأولياء أم المدرسة أيضاً؟ أو من المنظومة التربوية في حد ذاتها؟ هي في الحقيقة مسؤولية الجميع ابتداء من الأسرة إلى المدرسة إلى المحيط الأكبر إلى المسؤولي فكل هذا يعني بعض الدول منعت وجود بعض التطبيقات نظراً للخطورة الكبيرة التي تشكلها على المجتمع فأعتقد أنها مسؤولية الجميع وحتى هذا الطفل عنده مسؤولية حتى هو اتجاه ذاته لنلغيه وقوله هو ضحية حتى هو مسؤول فضروري يكون سلسلة واضحة لتوزيع مهام المسؤولية على كل شخص فكل شخص مسؤول من حيث المكانة اللي هو فيها جميل لما نتحدث عن هذه المعضلة التي تحل بالجزائر خاصة خصوص ذكر الأطفال وما يعانونها من مخاطر عبر هذه التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي لا بأس أن نعطي بعض النصائح لأولياء التلاميذ والتلاميذ خصوصاً والذين ربما هم مشغلون في أعمالهم وأشغالهم ما هي النصائح التي تواجهينها للأولياء لأيضاً مراقبة أطفالهم؟ قبل المراقبة نتكلم عن الوعي هذه أهم شيء وجهه للأولياء الوعي كيف يتم هذه جلسة الوعي بيني وبين ولدي ضروري ينقلوا الآن أنت تريد مواقع التواصل الاجتماعي ما هو هدفك أنك تقضي وقت ثمين جداً في هذه المواقع ما هي الأهمية التي سترجع لك إذا كان مثلاً أهمية أنه يرجو ترفيه يعني كانت وسائل ترفيه ناقصة في المحيط ما عنده شوين يشغل نفسه ما عنده شوين يرفه نفسه هذا أمر ضروري عند الطفل يحبي يلعب يحبي يستمتع ضروري ترفيه فرح نتفق على أمور رح نستغل فيها مواقع التواصل الاجتماعي من أجل هذه النقطة نجيوا لهدف ثاني مثلاً أنا الدراسة راني نكره راني ننمل نقرأ وحدي إذن رح نتفق على بعض الحسابات التي تقدم لا يمكن أن نقصي هذا الأمر أنه بعض المواقع تقدم فائدة وفائدة كبيرة جداً من خلال حساباتها أو بعض الأشخاص تقدم فائدة من خلال حساباتها قال رح نستعين ببعض الحسابات لبعض الأشخاص رح يقدموا فيها دروس مثلاً رح تساعدك في الدراسة أو ألعاب تربوية رح تساعدك أنك تنمي قدراتك مثلاً ذاكرة تركيز أو ما إلى ذا شابه وكأنه رح يكون مثاق أسري بيني وبين الإبن التاعي كان هذه هي البنوت وهذه هي الشروط حتى تحصل على هذا الشيء حتى نكونوا واضحين من أين سننطلق وأين سنذهب هذا الطفل كل مرة ننمي وعنده نجرس معه مرة واثنين وثلاثة ونرقبه مدى احترامه لهذا الميثاق الأسري وكأنه الشارك في هذه العملية رح يقول إذن أنا شاركت وأنا اخترت فأنا مسؤول فرح يتعلم من يرقب نفسه مرة واثنين وثلاثة وما يخليش نفسه ينجر وراء أمور ما عندها احتفائدة بالعكس عندها أثر سلبي ويقضي فيها سوائعات سوائعات دون رقابة إذن لما نتكلم عن الرقابة نتكلم عن وعي نتكلم عن مسؤولية بعدين تجير رقابة جميل والعديد من المختصون يلومون الأولياء أنهم ما بقاش مثل أيام زمان أنه نشاهدوا الطفل اليوم يلعب مع جاره يلعب مع أولاد حيه مثل ما كان عليه سابقا اليوم يقول لك نتفادى كل هذا ونعطي له هاتف نقال أو لوحة رقمية أو حتى ألعاب إلكترونية وهكذا ما نخاف عليه ما نخمم عليه نعم يعتقد الكثير من الأولياء أنه لو حما نفسه من الخطر الموجود واللي رح يكون جراء أنه هذا الطف رح يخرج بره وما رح يكون تحت رقابة الولي تاعه رح يختلط بأقرانه رح يختلط بزملاءه بصحابه بره في الشارع فممكن هذا الشيء رح يأثر عليه سلبا ورغم أنه هناك الخطورة موجودة صح لكن خطورة جاية من براءة من نفس السن تاعه يعني ما هيش خطورة كبيرة فيعتقد أنه لو بقى تحت عينيه رح في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فهو هنا ما هوش تحت الخطر بينما هنا رح تحت خطر منظم خطر كبير جدا ومنظم حتى لا يمكن السيطرة وتحكم فيه باللو قارنناه مع الخطورة التانية فمليح الولي يكون يعرف المحيط تاع الأولادة ومع من رح يلعب واش رح يتلفظوا ككلام واشنو هي أفكارهم واش هي معتقداتهم ويراقب يعني كل مرة يديروحوا جايز مثلا هم يتكلموا ولا يلعبوا يشوف نوعية الحديث اللي يرهم يتكلموا فيها أو يسأل ابنه واش لعبت واش تكلمت واش حكيت مع أصحابك حتى يحدد حجم الخطر اللي يرهوا في هذه الجهة ثم من جهة أخرى يراقب مدى الخطورة الموجودة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي رح يشوف كيف رح بإمكانه أنه يوازن بين الأمرين يعني ما هو أقله خطر لأقله خطر يمكنني أنه أواجهها أو أجابها فهنايا رح عندي أقل خطر إذن رح نبني شخصية الأبني بدل ما يكون متأثر بزملاء أو أصحابه أو أصدقائه رح نعلمه يكون هو مؤثر داخل هذه المجموعة وبالتالي نبدأ نبني له شخصيته بدل ما نخليه يعني طليق جميل في سؤال ربما تداول عبر منصة التواصل الاجتماعي وعند المختصون أيضا وسأطرحه عليك هل أنت مع حضر بعض التطبيقات هنا في الجزائر نظير خطورتها نعم أنا مع خاصة بعض التطبيقات اللي تشك الخطر كبير وهي في تسارع وانتشار وتأثيرها رهيب لماذا؟ خاصة نسبة أن اعتمادها في الألغوري تمتحها على الفيديوهات الصغيرة ونشوف أنه فيديوهات صغيرة لكن أثروها خطير خاصة نشوف أن الأولاد ما عندوش يعني حس أو ما عندوش صبر أنه يتابع فيديو فيه ربع ساعة ونص ساعة وساعة وإن كان الكبير ما يقدرش يديرها إلى بعض الأشخاص فكيف أنه هذا الطفل من خلال 30 ثانية ويمكن أنك تعاود تبرمجه تسقط برمجات عنده اللي أنت خلقتها كولي وتسقطها عنده أنا مع انتهاج هذا المنهج أنه تسلط الرقابة على بعض ما وقع التواصل الاجتماعي ويمنحها أو يتم منعها تماما من الساحة وفي نفس الوقت مع تشديد الرقابة على المؤثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على المحتوى الذي يتم نشره فهذا الطفل لو شاف المحتوى من عند شخص أجنبي غير لو شاف هذا المحتوى من شخص جزائري يعني نفس البيئة نفس العادات نفس القيم يقول لك آه هذا يسو باغمي أنه يدير هذا الشيء فإحنا كيف أنني عايش في عالم آخر وعايش نفس البيئة تاعي أو جزائري مثلي نفس العادات نفس التقاليد فكيف هو يسمح نفسه يدير هذا الشيء إذن غير أنا والديا يرهم قام عيني فيبدأ يتجرأ على والديها أو يتجرأ على الضوابط والقيام لتحكم الأسرة أو المحيطة شكرا جزيلا لك يا سيدة نوال مكيد مختصة في علم اجتماعك وتضيفتي في هذا الملف شكرا لك إذن متابعينا الكرام ختم هذا الموعد شكرا لك